طيب الآن إلى باكستان وتحديدا إلى شب باكستاني يدعى خان بابا يبلغ من العمر 24 عاما ويتميز خان بابا كما يطلق عليه بوزنه الزائد وضخامة الجثة ويهوى أيضا رفع الأثقال والأشخاص والبني أدمين كمان لو تعرفينه شيئا كله وهو يتغذى يوميا على خمسة لترات من الحليب الطازج وثلاثة دراز من البيض وأربعة دجاجات كما يحلم أن يصبح بطل العالم في المصارعة الحرة هذا يبغى لمأونة أنا خايفة يأكل بطل العالم في المصارعة الحرة مشي صارعه بس نشوف التقرير خان بابا أو هولت باكستان كما يسميه البعض اسمه أرباب خضر حياة ويناهز من العمر 24 عاما يزيد طول خان بابا عن ستة أقدام وقد بدأ وزن خان بالزيادة المضطردة في سن الثامنة عشرة حيث يبلغ حاليا أربعمائة وأربعين كيلوغراما وهو يسعى إلى زيادة وزنه أملا في المنافسة على لقب بطل العالم في المصارعة الحرة العالمية أتناول عشرة آلاف سعرة حرارية يوميا وأكل في وجبة واحدة كيلوين من اللحم والدجاج إضافة إلى رز والخبز والفواكه ولتر من الحليب وأريد أن يبلغ وزني خمسمائة كيلوغرام أستطيع حمل ثقل يزن خمسة ألاف كيلوغرام وإقاف جرار بيد واحدة وأزاول التمارين لثلاث ساعات يوميا ينحدر خان من عائلة ميسورة وفرت له أسباب الراحة عشق خان بابا مشاهدة منافسات المصارعة الحرة العالمية ورفع الأثقال منذ صغره وهو يتمتع بروح الدعابة مع رفقائه وتجربة مهاراته عليهم أدت في أحاين إلى إصابتهم برلوض وكثيرا ما تعرض خان لمواقف محرجة بسبب ضخامته قرأت نهدان والدي مركبة وما أن جلست على الكرسي الخلفي حتى كسر محور العجلات الخلفي وشعرت حينها بحرج شديد والدي تقبل الموقف برحابة صد لكن ضخامة خان بابا لها ضريبتها فهو يقاس الأجواء الحرة ويعاني من شرح الملابس الجاهزة التي تناسب مقاسه وصعوبة في تنقله وترحاله ورغم اعتقاد البعض أن خان بابا يعاني حالة مرضية بسبب وزنه الزائد مشاككين بقدرته على المنافسة إلا أنه ينفي إصابته بأية مشاكل صحية ويؤكد أنه يحيى حياة طبيعية وهانئة خان بابا ليس شخصية تراثية أو سينمائية خارقة بل هو مجرد إنسان عادي سعيد بحياته وفخور بوزنه وقوته ولا يزال الأمل يحذوه في أن يصبح يوما ما بطلا عالميا يشار إليه بالبنان عبد الرحمن زيني العربية مردان يعني والله المشكلة جسمه غريب يعني ما تقولين هو سمين هو معضل بس أنت شايف فيه ما شاء الله مرونة يعني يعمل بوش أبس سكوات يعني التمارينة الرياضية اللي يعملها يعني مستحيل تشوف شكلك في طلقها لسطريقة حتى تمارينة تحسين أنها مش طبيعية في شيء غلط لأنه يمكن الوزن أكثر فوق ما أدري شيء غريب العموم يعني الله يعني تمنال التوفيط والله والبضائع اللي يجبونها له كل يوم يعني مساكن